لكن خلينا قبل ما نروح للسماء خلينا على الأرض في البداية أنه قبل ذهابنا إلى السماء المشاهد وطبعا المشاهدين بتوعنا من كل الخلفيات من كل الطواقف من كل الجنسيات والبرنامج بيوصل من أستراليا لكل أنحاء العالم بيسأل نفس السؤال طب أنا عاوز أروح على السماء إيه اللي ممكن أعمله أيها قبل ما نعرف شو فيه بالسماء ما نعرف زراحين لهنيك هذا مهم كتير لأنه لو عرفت أو جهلت وأنا مرحت يعني بيكون الأمر مصيبة لنا لو تسأل أي إنسان أي إنسان عنده شيء من الإيمان عن الحياة بعد الموت سيقول لك هناك مكان إذا كان مؤمن عنده شيء من الإيمان هناك مكان للعذاب اسم جهنم هناك مكان مفرح اسم السماء وكيف نذهب إلى هناك كل أديان العالم تعلم أننا نعمل صلاح ونرفع لأله والله يتقبل وعلى أساس هذا الصلاح يقرر ميزان تماما لا يخلينا ندخل أو لا ندخل هناك دين المسيح بموجب لكتالي المقدس هو العكس تماما وليس ما نعمل نحن ونقدم لله الذي يقرر مصيرنا الأبدي ولكن ما عمل الله لأجلنا بتجسد وموت صلب وموت وقيامة رب يسوع المسيح ما عمله لنا ونحن نتقبله هو الذي أخذ المبادرة في الموضوع هو الذي أخذ المبادرة وهو الذي دفع الثمن الفداء كلمة أو البديل هي أهم كلمة لهوتية في الكتاب المقدس من العهد القديم إلى آخر العهد الجديم دائما الله يدفع البديل على الإنسان بالذبائح مثل قصة إبراهيم وأسحاق ابنه لما قال له قدمه ذبيحة على جبل المرية لما أخذ وديدبحه قال لا تمود يدك على الغلام وأعطاه كبش ليفتديه بديل عنه حياة بدل حياة شخص يموت عن شخص وكل الذبائح كانت تشير إلى ذبيحة المسيح الذي أخذ هو نفسه خطيانة وعوقب وكأنه هو المجرم لكي يصير لنا نحن بر الله فيه أخذ مكاننا لنأخذ نحن بره اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر